توجهت صاحبة السمو الملك الأميرة سبيكة بن سبراهيم الخليفة قرينة العاهل المفدأ رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بخالص تهانيها لنساء ورجال البحرين بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تحل ذكراه العشرة هذا العام حيث قالت سموها حفظها الله إننا اليوم نحتفي بإسهامات وإنجازات المهندسة البحرينية التي استطعت إخواتها بأن تضع بصماتها الواضحة في كافة مجالات العمل والإنتاج لتخلد مسيرة عطرة من العطاء المخلص والعمل الجاد الذي يبعثنا على الدوام بالفخر والاعتزاز والإيمان التام بقدرة المرأة البحرينية على حمل أمانة وطنها ورعاية أبنائه والذي يسجل لها تاريخه العريق بإحرف من نور ما قدمته وتقدمه من أعمال جليلة وإسهامات رفعة جاء ذلك في تصريح لسموها ليوم المرأة البحرينية حيث قالت بأن الأول من ديسمبر وما يحمله من قيمة أدبية ومعنوية كبيرة المجسدة للمكانة الكبيرة التي تحتلها المرأة البحرينية كشريك ومساهم لا غنى عنه في مسيرة البناء والتطوير لهي مناسبة وطنية خالدة ورديفة لذكر أعياد الوطن المباركة كما وصفها قائد المسيرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى والذي نجد في دعمه ورعايته لمسيرة تقدم المرأة بفضل من الله خير عون وأكبر نصير لدوام نهضتها النسائية التي باتت نبراسا وعنوانا لرفعة ونهوض وطن بأكمله واعتبرت سموها بأن ما تشهده المرأة البحرينية من تقدم ورقي ما كان ليتحقق لولا المساندة غير المسبوقة للرجل البحريني الذي لم يتردد أبدا عن إتاحة كل الفرص أمام شركته في البناء والعطاء وبصورة مشرفة تؤكد على تحضر المجتمع البحريني المعروف بثقافته الرفيعة وانفتاحه على كل ما من شأنه أن يرتقي بإنجازاته الوطنية ويحافظ عليها وتأتي مناسبة يوم المرأة البحرينية كخير فرصة لتجديد الاعتزاز بتلك المواقف النبيلة للمجتمع البحريني الفخور بنسائه وفي ختم تصريحها شكرت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة كافة مؤسسات الدولة على جهودهم المشكورة والمساندة لنهوض المرأة البحرينية واستمرار تقدمه على كافة الأصعدة حيث أعربت سموها عن تقديرها الخالص لما تشهده أعمال المجلس من اهتمام من قبل شركائه تتمثل في جدية العمل المشترك والتنسيق الدائم والدعم الكبير حيث خصت بالذكرى الحكومة الموقرة وما تتولى من مسئولية واضحة تجاه إدماج احتياجات المرأة البحرينية في العملية التنموية وحفظ مساهماتها في الاقتصاد الوطني وما تبذل كذلك السلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والعمل المدني من جهود لافتة في هذا الإطار كما توجهت سموها بشكرها وتقديرها لمعاني الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية الذي تفضل مشكورا وفي إطار برنامج عمل وطني بمتابعة تنفيذ كافة برامج وفعاليات يوم المرأة البحرينية وحضورها في المجال الهندسي وحرصه الواضح على جعل هذه المناسبة فرصة للبناء على نجاحات المرأة في هذا القطاع الحيوي هذا وتمنت سموها بأن تعود هذه المناسبة العزيزة على البحرين وأهلها وهم ينعمون بالخير والرفع والأمان